ساعات عن شن بايدن فعلياً حربه ضد تحالف أوبيك بلاسا الهندو توجه صفحة للولايات المتحدة الأمريكية برفضها طلب واشنطن للنظر في إمكانية تحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لبيعها في السوق العالمية خطوة سارعة نيو ديلهي لتبريرها على لسان وزيرها للنفط والغاز بدواعي سيادية مرتبطة بجدوى تشكيل البلاد ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام في العالم لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتاً لقد تم تكوين احتياطياتنا النفطية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة الكوارث الطبيعية أو الحرب أو في حال توقف توريد هذه المادة الخام رفض يدلهي من شأنه أن يعيد سياسة إدارة البيت الأبيض في مواجهة تحالف أوبك بلاس للمربع الأول بالنظر للثقل الطاقوي الذي تمثله الهند عالمياً كونها ثالث أكبر مستهلك ومستورد للذهب الأسود بنحو خمسة ملايين برميل يومياً ما مكنها من تكوين ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام عبر المعمورة خلال العقد الأخير وعكس التوجه الهندي استجابت الصين سريعاً للطلب الأمريكي بشروعها في ضخ جزء من احتياطاتها النفطية في السوق العالمية دون الكشف عن تفاصيل العملية في مسعى نادر للتوافق على محور بيكين واشنطن وعلى ذلك النحو تتجه كوريا الجنوبية واليابان في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المتحددة الأطراف داخل البيت الأوروبي ضمن القمة المرتقبة لزعام الاتحاد المزمع عقادها في الثاني والثالث ديسمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع حاسم آخر لتحالف أوبيك بلاس